التقت وزيرة العمل الاجتماعي والتضامن الوطني والشؤون الإنسانية فاطمة بوكر كوسي مع مختلف مدراء الأقسام والمسؤولين بالوزارة وذلك عقب التعيينات الأخيرة التي شهدتها وزارة العمل الاجتماعي وقد جاء هذا الاجتماع في إطار العمل الإنسانية التي تقوم بها الوزارة تجاه المجتمع وأثناء الاجتماع أشارت الوزيرة إلى أن السلطات الشادية لديها رؤية واضحة لمواجهة الفيضانات خاصة في موسم الخريف والاستجابة للأعمال الإنسانية والوقوف مع المنكوبين واللاجئين الذين استضافتهم البلاد كما ذكرت الوزيرة المسؤولين على احترام العمل وعداد التقارير الشهرية من أجل رفع التحديات التي تواجه الوزارة وتقييم المهمة التي أوكلت إليهم خلال الأشهر القادمة